نعم في أمنية هني أمنية أنت في السابق ما كنت مستعد أن تتواجهها لما يحدث الموت خلاص نكون إحنا رجعنا أو تحولنا مرينا في التغيير انتهينا من مرحلة الخوف اللي كانت تمنعنا أن حتى نعبر أو نخبر الآخرين أو حتى نختار نختار حياتنا القادمة كدائما نتفكر أو لحد الآن احتمال لحد هذه اللحظة أنت تفكر أن مانك يد وما تستطيع تغيير وقعك وقعك اللي مش عاجبك أن تعيش فيه التاري يقول لك أنت بدون حتى أن تعي أنت خلاص مريت في التغيير أنت مريت بالمرحلة المؤلمة اللي لازم تواجه فيها نفسك تواجه فيها أن ما ينفع أضل داري أو أخبي أهدافي القادمة في الحياة أو رغباتي وين أبي أروح في أي دولة أريد أن أعمل وين أريد أن أسافر وأفتح مشروع مهما كان احتمال حتى ترغب في تغيير تخصصك تغيير مجال عملك دراستك كل التغييرات حدثت وإنت مش واعي لها أن فتحت أمامك الأبواب ولكن أنت لحد الآن أنا شوفك في طاقة ثمانية السيوف ما أدركت بشكل كامل أن الأبواب فتحت أمامك أن الفرص اللي أنت كنت تفكر أنها ممنوعة عنك وأن ما تقدر دائماً برج الحمل من الأبراج اللي يفكر أن هذا هو الواقع الواقع سيء وأنا ما لي يد أو ما أقدر أن أغير فيه دائماً نحس أن يدها مكفوفة مثل هذا الكرت ولكن خلنا نشوف نوضح ثمانية السيوف بالضبط ثلاثة الأخصان لأن أنت كأن ما هني في مرحلة انتظار ولكن احذر لنا الانتظار ما يطول لدرجة أن تتوقع أنه خلاص اللي أنت الهدف اللي أنت حاطه في بالك ما رح يأتيك لما نطيل الانتظار بدون عمل بدون اجتهاد بدون جهود من جانبنا احنا نتوقع أن الأمنية المال النجاح الشراكة رح تقع في حضرنا بين يوم وليلة نعم أنت قمت بالجهود اللازمة ولكن هل فعلاً لحد الآن عندك أمل أو أنك فقدت الأمل في موضوع معين خلنا نشوف النجمة تحقيق الأمنية بالضبط أنت هنا أشوفك مثل ما قلت لك فقدت الأمل في موضوع معين وإن كان لحد الآن يشغل بالك مشروع ممكن يكون أي شيء أنت لحد الآن قاعد تحوم بانتظارة وإن كنت تتمثلي هنا طاقة التمثيل تمثل على الناس أني أنا خلاص نسيت الفكرة اللي فكرت فيها واللي كلمتكم عنها قبل سنتين قبل ثلاثة شهور ثلاثة شهور عندنا رقم ثلاثة ثلاثة الأخصان نسيتها ما عادت في بالي ولكنها لحد الآن حاضرة ولكن محتاجة منك كأنه ماهني كارت النجمة وهو كارت برج الدلو محتاج أي الأمنية أن تسمعك وتنادي فيها محتاج تبحث في نفسك عن آخر ذرة أمل النجمة هي الأمل آخر ذرة أمل لحد الآن موجودة بداخلك وآخر مثل ما نقول حرب أو اجتهاد في سبيل هذه الأمنية مهما كانت الأمنية ممكن تكون حتى هنا أشوفها طاقة تحاول أن تذهب لتعمل في الخارج أو تدرس في الخارج في مجال الإبتعاث الأمنية نفسها ردت عرضت نفسها عليك انفتحت لك الأبواب البداية الجديدة اللي أنت كنت متوقعها واللي هني استسلمت عنها موجودة أمامك عزيزي برج الحمل محتاج أنه أنت تركز النية هني في النجمة دائما لما نشوف النجمة هو مش كارت يطلب مننا العمل أنت قمت بالعمل قمت بالجهود قمت بالإجتهاد محتاج في هاي الفترة أن تعمل على قانون الجذب وقانون أن تركز نيتك أن أنا خلاص سويت اللي المفروض أسوي فهل مرة راح أقبل على هاي العمل على هاي الفرصة على هاي الهجرة حتى راح أقبل عليه وأنا متوقع النجاح وأنا متوقع الفوز وأنا متوقع الججمة والحكم متوقع أن يتم قبولي ما يصير أن تتوجه نحو الأمنية اللي أنت تتمنىها والشيء اللي تبيه بتخاذل أو بيأس هنا مهم أن تتذكر قانون الجذب خلنا نوضح ستة الأخصان الامبراطورة بضط لما شوف لك ستة الأخصان قلت لك ما تخاف أن تكون في أعين الناس وتحتفل مع الناس أو تبين للناس هي طاقة أيضا وضوح والامبراطورة تحت هذا الكرت يقول لي يا برج الحمل أنت في حياتك عضيت الكثير قلت لك مرحلة الاجتهاد في هذا الموضوع بالذات أو الألم أو التعب أو أن أعمل على تقديم الطلبات وما في أي مشكلة في طلبك نفسه ما في أي مشكلة في الاستمارة ما في أي مشكلة في حتى المواصفات اللي قاعدة تنطبق عليك هنا والاشتراطات ما في مشكلة في الشي اللي أنت تتمنى أن تحققها رسميا ما في أي مشكلة والحكم أيضا إلى جانبك ولكن محتاج أنك كأنما كل جهودك اللي قمت فيها في السابق كلها تطلب أن تساندك في الفترة القادمة شلون يعني لما أنا أعتبر نفسي أن قمت بما فيه الكفاية وحان الوقت لأحصد الامبراطورة هو كرت يبين لك كثرة العطاء أنت عطيت بما فيه الكفاية حان الوقت أن ترتاح وتحصد تنتظر وتقوم بأقل مستوى ممكن من الاجتهاد الفعلي الجسدي كل تركيزك في الفترة القادمة خلى على النية وتركيز الطاقة محتاج هذا النوع مش محتاج طاقة العمل نفسها والغصن الأول موضح بالشمس الشمس هو كرت النجاح كرت السفر كرت المرح وفوق الخماس الأول ما في أوضح من شديد عزيزي برج الحمل أعيد وكرر لك إذا عدت وكررت عليك فكرة معينة معناته إن مهم جدا أنت استوعب كل الجوانب اللي أقصد فيها أنت مريت بمرحلة خلاص اجتهت فيها وتعبت بما فيه الكفاية هذا اللي قاعدة أشوفه في الطاقة أشوف شخص من برج الحمل اجتهت كثيرا عطى كثيرا في حياته بوجود كرت الامبراطورة أنت عطيت كثيرا أسبغت حتى في العطاء أكثرت من العطاء حال الوقت أن تسمح للآخرين أن يعطونك حال الوقت أن تتكلم بثقة لما تتكلم بخصوص مشروعك تتكلم أنك رح تنجح وما تتكلم بأسلوب الخوف بأسلوب القلق بأسلوب اللي أحس أنه ما رح أنجح أحس أنه ما رح أحصل وظليت أنتظر كثيرا هنا طاقة الانتظار وظليت أنتظر والحين ما صار شيء لازم تحس أنك تستحق هذا الشيء ذيك الأحقية تعارف الناس اللي يقولون عنهم يتصرفون أن لهم حق حتى في الأشياء اللي فعلا هم ولا هم حق فيها أنت لك حق في هذا الشيء هذا الشيء موجود وفتح أبواب عشانك أنت اللي لازم هناك كليمة كليمة معناته أدخل إلى هذا المكان أدخل إلى هاي الفرصة أقدم طلبي ولكن ما أقدمها بيأس أو بخوف أو حتى بخجل أقدمها وأنا واثق وأحتك وأتكلم مع الناس أتكلم معهم عن جهودي أتكلم معهم خل الناس يفهمون جهودك لا تعيش في الظلام أو في طاقة الاستخباء في حياتك العملية تكلم مع الناس عن جهودك خلهم يفهمون ليش أنت استحق هاي الفرصة خلهم يفهمون أن حان الوقت للحصاد مش للعمل أنت مقبل على فترة لازم فعلا تستوعب فيها ما الذي تستحقه وتطالب فيه هنا طاقة المطالبة طاقة التركيز على النية طاقة أن تفكر بقانون الجذب لما تفكر أنك تستحق هذا الشيء هذا الشيء رح يطرق بابك ولكن لما تفكر أنه ما رح يأتيك مهما حاولت رح تجذب اللي أنت تفكر فيه هذه حقيقة عند قانون الجذب رح ننظر الحين إلى الجانب العاطفي بغض النظر عن وضعك مع الشريف هذا القراءة رح تكون عامة وأتمنى أن تلاقي فيها ليتناسب مع وضعك مع الشريك تقاعد مع الشريف فورش الحمل الطاقة العاطفي تقطي لشهر يونيو خمسة الأكواب طاقة الحزن على نفسك هني. عندنا ايضا كارت العربة ولكن وجود العربة جنبها يبين لانك نستعد ان تتعافى او تتخلص من هالشعور. كارت الامنية دائما اللي نتمنى يأتي لنا عندما نستسلم ان الشريك ما راح يعطينا او خلاص نقول ان راح نمضي قدما نشوف الشريك يطرق بابنا مرة ثانية. ملك النار. عندك شخص فقط الامل فيه. راح يكون جدا قيادي جدا شجوع جدا. راح يتغير في طاقته. احتمل ان اشوف هنا عندنا كارت برج الدلو برج السرطان العربة. احس جدا هنا اتكلم مع برج حمل قاعد يتعامل مع شخص من برج مائي. عقرب حود وسرطان. انت هنا كأنما حزين على نفسك يا برج الحمل. مش حزين على الشريك نفسك ترى. وانك انت تفكر انك حزين على الشريك. انت هنا اشوفك حزين على نفسك. خلا شوف لماذا برج الحمل يحس بهذا الاحساس. لانك لا تستطيع التخلص من التفكير في هذا الشخص. حاولت وبحثت عن كذا طريقة ان تنسى فيها وتكون اشجع وتكون اقوى. تحاول هنا ان تغير ايضا طاقتك العاطفية. عرفت? وتبحث عن مكان جديد منطقة جديدة تزرع فيها بذورك. لان هذا الشريك كأنه ما سبب لك الكثير من الاحباط في الماضي. النجمة ست الخماسيات. عزيزي اللي تستحقه اللي ضاع منك اللي الشخص اللي ما قد ترك راجع خلال شهر يونيون. او ابتدى خلال شهر يونيون ان يكون مستعد ان يعطيك حقك. هذا الملك وان كان ملك شوية لانا من برج ناري وان كان شوية ملك شوية معتد بنفسه شخص مغرور ولكن يتأكد خلال شهر يونيون. مستعد ان يعطيك ما تستحقه. الحب والاعتراف اهني اشوف الاعتراف. وان كان شخص دائما يكابر اللي قاعد تتعامل معاه دائما يكابر. ما يتكلم عن حقيقة مشاعر معاه ما يبين لك اهميتك في حياته. اهني عندنا نجمة مرتين. ويبين لك اهميتك في حياتك او مكانتك في حياتك. ولكن خلال هذا الشهر كأنما ست الغماسيات هي طاقة قريبة من كرد العدالة. راح تحصل على التوازن في الفترة القادمة على الاعتدال. اذا انت كنت دائما اللي تحاول ان تصلح العلاقة تعدل وضعك مع شريكك تتفاهم معاه وهو صعب صعب المراس. خلال شهر يونيوم راح ان شاء الله بالضبط. هنا يتكلم لك التارو عن الكارما. الكارما بما معنى اللي تزرعها راح تحصدها يوم من الايام. وان كنت حاليا يا برج الحمل زعلان على نفسك زعلان انك استثمرت مع شخص تحسي هنا لم يعرف قدرك على كثرة ما انت بيينت له. مشاعرك استعدادك ووقفت معاه هنا ايضا اشوف برج حمل وقف مع شريكة او حبيبة الكثير من الوقفات كانت لك وقفات مشرفة معاه الشخص. وان كان هذا هو المؤلم في الموضوع انت اكثر حاجة من الشريك ماديا. او انت ما بقول لك اضعف انت اكثر حاجة الى الامور اللي كنت تضحف فيها من اجل الشريك. اذا كان يقول لك مثلا ان اهم مشغول يتعذر فانت كنت مشغول اكثر ولكن توجد الوقت من اجله. اذا كان مثلا يقول لك ان اهلي رافضين فكرة الزواج فانت كنت تعاني من اهل اقصى واعند من اهله حتى وضع اسري اسوأ. وضع عدم تقبل اسوأ ولكنك اهني وجدت لنفسك طريق قاعد تقول للشريك برغم كل المصاعب اللي واجهتها في طريق كرت العربة هو التسهيل المصاعب. انا اوجدت لنفسي وقت وواضح اقدر اكون في متواجد عشانك انت هذا طبعا في الماضي. اهني اشوفك كأنما حزند على نفسك لان جهودك لم تثمر مع هذا الشخص. هذا الشخص لم يقدر جهودك. كان دائما تشوف اهني اهوة عند مستوى الملك نضوج الملك موارد الملك يقدر ان اهوة اللي يغير الموضوع. ولكن لحد الان لم يحرق شهره. اوكي شنو اللي تنتظره خلال شهر يونيو. شهر يونيو شهر رح ترجع في العدالة الالهية او الكارما الى جانبك. لان انت زرعت بغض النظر سواء كنت بانتظار هذا الشخص فقط ان يعتذر. بانتظار ان يرجع الى حياتك. بانتظار ان تحس عندك شوية طاقة انتقامية. بغض النظر ما هو الهدف اللي انت حطه او النية اللي حطه في قلبك تجاه هذا الشخص هذا الشريك. العدالة رح تكون الى جانبك. الفرصة في يدك. انت اللي من حقك تستخدم هاي الطاقة وين تروح. اوكي؟ هنا عندنا العربة تحتها المشاغب. بعد تبين لي ان انت دائما كنت تستطيع تسخر الظروف عشان تتواجد من اجل هذا الشخص. لان هذا الشخص بالنسبة لك الامنية. الامنية تحلم ان يوم من الايام ترتبط فيه او تكون معه. شخص من برج ناري اسد. ممكن ايضا حمل او حتى قوس. او ممكن فقط تكون طاقته نارية. ممكن ايضا يكون دلو. مثل الابراج اللي ذكرتها لك. عندنا هنا ايضا كارت برج الجوزاء. لكن هذا الشخص قلت لك كان قليل في العطاء معاك. سواء عطاء الوقت عطاء الجهد كان ما يعطيك حقك. خلال هذا الشهر هذا الشخص مستعد ان يرجع. او ابتدى يفكر انه فعلا يرجع ابتدى يبحث عنك هنا. عندنا الزاهد اللي يبحث عن النجمة. انت هنا فقدت الامل ومضيت قدما. اوكي؟ ولو جزء منك. ممكن لك على الاقل جزء منك مضى قدما. على مستوى الروح انتعبت من العطاء. هذا الشخص راح ترجع معه العدالة الى جانبك. اوهو اللي يصير يلحق وراك. اوهو اللي يصير يبحث عنك. اوهو اللي يصير يفكر كيف يعطيك الاشياء اللي قصر فيها في السابق معاك. يريد ان يعوضك خلي نقول. يريد ان يعوضك عن تصرفاته في السابق. هذا الشخص اشوفه نضج. يعني نضج حتى مو فقط معاك حتى مع نفسه. ابتدى يواجه نفسه بحقيقة تصرفاته الطفولية في السابق. او تقصيره على الاقل في العطاء. انزين. هنا يقولك اربعة الاكواب تحتها ست الاكواب. جهودك اشوفه هذا شخص من الماضي. جهودك اللي وضعتها معه. لا تفكر انه راح تروح عبثا. انت زرعت راح تحصد. ولو كان مو مع هذا الشخص. فاذا مع شخص ثاني. لانه هنا الكروت تبين لي. ان الكارما هي الى جانبك وليست الى جانب الشريك. وكعزيزي برج الحمل. هذه هي قراءتك العاطفية. راح نشوف ما هي الاخطار القادمة في طريقك خلال هذا الشهر. سواء كنت تنتظر فحوصات. تنتظر قبول الهجرة. نجاح في الامتحانات. مهما كانت الاخبار اللي انت بانتظارها. بانتظار الشريك. اني عادي تواصل معاك. خلنا نشوف ما هي الاخبار القادمة في طريقك. برج الحمل. الاخبار القادمة في طريقك. اربعة السيوف. الموضوع راح يأخذ وقت اكثر مما تتوقع. ما راح يأتيك الجواب خلال هذا الوقت. لحد الان هؤلاء الاشخاص او هذا الشخص هذا الجهة. لحد الان قاعدين يقومون بتحليل طلبك. او تقييم طلبك حتى. لحد الان لم يتم صنع القرار. اوكي. فهنا يقول لك انت المطلوب انك الانتظار. لا تحس بالاحباط. لا تحس باليالس. لا تحس ان انا سويت كل اللي عليه. ليش لحد الان ما اتاني جواب. انا ما قصرت مع هذا الشخص. ليش لحد الان ما اتصل فيني. ما سأل عني. ما وقف معاي. لا. انا استثمرت في مشروع وايد. ليش لحد الان ما اتوني مثلا. عملاء او كاستمر. او ليش لحد الان ما حققت دخل. ليش لحد الان ما حصلت على وظيفة. لان هذا هو وقت الانتظار. لحد الان لم يتم يعني المصول الى طلبك. شوف. العدالة. العدالة. برج الحمل. العدالة اوقات ممكن تكون لك وممكن تكون عليك. هنا العدالة تقول لك لا تستعجل. لان اللي من حقك رح تاخذه. لا تقول مثلا ان ليش فلان تقارن نفسك بالاخرين حققوا او حصلوا على الموافقة اسرع منك. تأكد ان وضعك انت في ظروفك انت اللي في مصلحتك رح يصير. هنا يتكلم لك ايضا عن اجراءات قانونية. انت لازم كأنما هنا اشوف برج حمل مستعجل لا يريد ان يقف في الطابور. يريد ان يتم الموافقة او الحكم في قضيته او يسمع الاخبار بسرعة. هنا يقول لك لا تستعجل موضوعك موجود ورح يأخذ دوره رح يأخذ حقه. اذا انت كنت مقصر في حق احد واذا كان في احد ثاني هو اللي قصر او اخطأ في حقك رح تأخذ حقك وزياده. اوكي فلا تفقد الامل في المظام او في العملية نفسها. الصبر ثم الصبر رقم سبعة رقم الانتظار. بالضبط المشاغب دائما برج الحمل من الابراج اللي يتملل عندما احد يطلب منه الانتظار سمى ضروسة ان احد يقول له انتظر. خصوصا لما يكون او هو فاقد الامل في شيء او على اعصابه. ولكن عندما يسمع الاخبار اللي يتسره ويتغير وجهه ويصير حبوب ويصير لطيف ويصير يموازح الاخرين. وازن انت طاقتك ايضا يا برج الحمل. واخر كرت عندنا العالم. احتمال كبير رح تأتيك فرصة اذا كنت تبحث عن الدراسة في الخارج او العمل والعيش في الخارج رح تأتيك الفرصة ولكن بعد فترة. الكروت اللي في البداية تبين لنا ان اللي في بالك رح اصير بعد فترة فرصة الابتعاث فرصة التخرج رح تأتيك وقادمة في الطريق. ممكن شوية تأخذ وقت زيادة في امور معينة لحد الان مواد معينة ما نجحت فيها. نعم ولكن لا تحس ان احد ظلمك اهني كأنما الكروت تقولك ما حد رح يظلمك وما حد رح يقصر في حقك. كل اللي اجتهدته واللي انت جنيته رح تحصل عليه. الموضوع شوي رح يأخذ وقت. عندك فرصة ايضا للسفر. ولكن ما اشوفها في الاشهر القادمة اشوفها ابعد. بعد ما تنجح بعد ما يتم الموافقة على طلبك. بعد ما تأتيك الاخبار الطيبة اللي انت بانتظارها. من زين؟ رح تكون متشجع ان على طول تحزم اغراضك. تغير مثلا تذهب الى الجامعة الجديدة تذهب الى الدولة الجديدة. اشوف هنا عندك انتقال وانتقال جدا جميل. رح اشوف هنا واسوى معاكم فقرة جديدة اسمها فقرة من او من الذي يجب ان تحذرها خلال شهر يونيون. ممكن يكون شخص ممكن يكون موقف خلل نشوف. هست het نفس الارو مستر طبعا دعا الكرت كان موجود اسفل الاوراق من البداية كاة الاوراق بهاي الشكل. يتكلم عن سيد القوس والسهم إذا تذكر يا برج الحمل من البداية في رسالتك العاطفية إلى الآن الأخبار التي تتوقعها كأنما هنا قلت لك مرحلة الجهود نفسها أن أنت تزرع أن تعرق أن تقدم طلبك أن تضع أوراقك وأمورك مع بعض هذه انتهيت منها عشرة هو رقم الانتهاء نهينا مرحلة معينة بنجاح المرحلة القادمة ما تفقد الأمل هذا هو السرلك هذا هو السرلك التحذير هنا هو من نفسك نفسك لا يصير لها سيطرة عليك طبيعة برج الحمل قلت لك يا هام البداية من الأبراج اللي بسرعة يفقد الأمل بسرعة يتأفأف لا يحب الانتظار أكثر الأبراج اللي تعايشت معها لا يحب الانتظار هذا المطلوب منك من أجل أن تصل إلى مراتك مو وقت أن تقوم بالمزيد من الجهود مو وقت أن تقوم بالمزيد من الطلبات أو التواصل مع هذين الأشخاص أو الجهات المعنية هذا هو وقت الانتظار النية يتكلم بك عن الانتنشن عليك أن تكون دقيق ولكن في النية